عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد عمر عبد الوهاب لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة وأكد رئيس الوزراء على أولوية استصلاح الأراضي في هذه المرحلة والعمل على سرعة تسليم باقي الأراضي للمنتفعين من جانبي أكد رئيس الشركة إعداد خطة تسويقية لأراضي الشركة كما يتم إنشاء موقع إلكتروني لتسويق وبيع الأراضي وإنشاء قرية نموذجية على مساحة حوالي ألفي فدان بالتعاون مع أحد المستثمرين في منطقتين المغرى وغرب غرب المينيا